استقبل صبيحة اليوم الوزير الأول عبدالعزيز جراد بقصر الحكومة سفير روسيا الاتحادية بالجزائر إيغور بيلياف في مستهل اللقاء عربة الوزير الأول باسم رئيس الجمهورية عبدالمجيد بون عن شكر الحكومة الجزائرية سلطات العليا الروسية على تجاوبها مع طلب الجزائر لاقتناء اللقاح الروسي سبوتنيك في إطار الجهود لمكافحة جائحة كورونا واتفق الطرفان في هذا الصدد على شروع في اتصالات بين المصالح المختصة في البلدين بهدف إقامة تعاون تنائي في مجال تصنيع اللقاح الروسي سبوتنيك في في الجزائر وقد كان اللقاء فرصة لتأكيد متانة العلاقات الجزائرية الروسية وتمسك البلدين بتعزيزها وتنويعها لا سيما بمناسبة لاستحقاقات تنائية المسجلة على أجندة التعاون بين البلدين وكما نتبع إذن في هذه الصور استقبل اليوم الوزير الأول عبدالعزيز جراد بقصر الحكومة سفير روسيا الاتحادية بالجزائر إيغور بيلييف في مستهل هذا اللقاء عرب الوزير الأول باسم رئيس الجمهورية عبد المجيد بون عن شكر الحكومة الجزائرية السلطات العليا الروسية على تجاوبها مع طلب جزائر لاقتناء اللقاح روسي سبوتنيكفي في إطار الجهود لمكافحات جائحة كوفيد-19 واتفق الطرفان في هذا صدد على الشروع في اتصالات بين المصالح المختصة في البلدين بهدف إقامة تعاون ثنائي في مجال تصنيع اللقاح روسي سبوتنيكفي في الجزائر وكان لقاء فرصة لتأكيد متانة العلاقات الجزائرية الروسية وتمسك البلدين بتعزيزها وتنويعها لسيما بمناسبة الاستحقاقات ثنائية المسجلة على أجندة التعاون بين البلدين اشتركوا في القناة